أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني وأوضح مدبولي خلال احتفالية افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان أن القطاع الخاص يقود تطوير التعليم الخاص قطاع الصناعة يشهد من الدولة دعم كبير جدا 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 في خلال هذه الفترة ويمكن على المستوى الشخصي يعني ما بيمرش اسبوع غير لما بكون موجود في عدد كبير من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص علشان ندعم كل القطاع الخاص في دوره اللي بيقوده في تحقيق التنمية الصناعية في مصر ودائما وأبدا يعني إذا كنا بنتكلم أن الصناعة عبارة عن منشآت عبارة عن أجهزة عبارة عن بنية أساسية ولكن يبقى المكون الأساسي اللي يقود نجاح عمالية الصناعة هو القوى البشرية اللي بتبقى موجودة واللي احنا شوفناه في كل تجارب العالم النكحة أن النهضة الصناعية دايما بتبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني والتعليم التكنولوجي وعشان كده يعني كان دعمنا كدولة للقطاع الخاص أنه هو يقود عملية تطوير التعليم الفني قبل الجامعي وأيضا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية